موسيقى موسيقى إنك تكون عندك نجم بتحبه ويكون طول الوقت عندك شغف إنك تدور حوالين أفلامه وأعماله وأخباره ده شيء طبيعي ومنطقي ومعروف لكن اللي مش مألوف بالنسبة لنا إن حد شخص يقرس 27 سنة من حياته علشان يقرشف لنجمه هو بيحبه فيقرر إنه يحول بيته ويترجم حبه ده في إنه يحول غرفته زي ما أنتوا شايفين لمتحف صغير بيدم أرشيف الزعيم عيد الإمام إحنا موجودين النهاردة في بيت أحمد جمال اللي هيكلمنا عن قصة العشق دي اللي مستمرة لـ 27 سنة موسيقى أستاذ أحمس في البداية أنا عاوز أشكرك على إنك مستضفنا في المتحف المصغر ده للزعيم عيد الإمام أنا مبهورة الحقيقة من اللي أنا شايفاك يا فنم يعني أنتوا نورتونا ربنا يخليك أنا عايزة أعرف الحالة دي بدأت إمتى يعني إمتى قررت إنك تقرشف كل تاريخ الزعيم تلف بلاد العالم كلها علشان تجيب المستندات من عندهم صور أو أخبار أو هكذا يعني الفكرة جات لك منين؟ والله يبصي هي مجاتش هي جات كده يعني ما كانش فيه ترتيب لها أنا كنت يعني وأنا صغير بروح المسرح في السكندرية في الصيف ده أساسي وحتى لوات سيدة شغالي دخلناها كذا مرة يعني مش مرة واحدة لا تلات مرات سنة في سنة في سنة السينما على طول أفلام عادي الإمام في العيد فجي في وقت أنا عايزة أعمل حاجة بحيب الرجل ده عايزة أعلق له صورة في البيت في القوضة بتاعتي فجيبت كشكول صغير علقتي فيه بقى أخباره مش عارف إيه وصور ليه وحاجات من كده كنت طفل سعيد آه كنت 12-13 سنة يعني في الوقت ده بالذات أيام فيلم الإرهابي اللي هو 14 ساعة ابتديت أعلق صور صغيرة مش عارف إيه فلقيت الموضوع الصور والحاجات دي في حاجات تانية عايزة أعملها فابتديت أسأل طفيم جلات في حاجات لي فيه صور تانية فيه جرائد فابتديت من هنا أجمع واحدة في واحدة أروح أجيب العدد الأسبوع للكواكب أنزل أجيب جلات الموضوع ده وأنت حضرتك كم سنة بقى؟ ابتديت بقى لغاية ما دخلت الإعدادة والسنوي والجامع يعني أطفل لسه أيو بالظبط حتى كانت فيه كدسات ألبس لبسه أدور على البدل الجنس ألبسها أجيب مسدس مش عارف إيه الحاجات العادية دي فابتديت بقى أجمع قطعة في عشرة في عشرين ابتديت لأ ده فيه حاجات بقى أكبر إن أنا عايزة أروح على شركات الإنتاج والتوزيع السينمات نفسها الناس اللي كانت هاوية برده السينما كان فيه في مصر وفيه بارو يعني فيه ناس كانت بتحب تجمع السامة المصرية السامة المصرية رائدة زي ما أنت عارفة في الوطن عارفه في العالم كله فابتديت أرسل بعض الناس فيه قطعة بجيبها فيه أفيش بجيبه من العراق من أردن من لبنان من أمريكا بالذات الأفيشات اللي هي تاعت الأفلام البوستر اللي هي الواحد فوليو اللي هي مية في سبعين مجموعة دول دي بقى كم دولة أنت لفتها كعب دايرة عشان قطر الزعية بصي يعني ما لفتش قد يعني كنت براسل بس أهم حاجة تعرفي أصلا فين اللي أنت بدور عليه هل هو مثلا في الأردن ولا في لبنان طب اللبنان فين في لبنان طب في العراق فين في العراق طب أنا هجيبه إزاي طب في حد اسمه إيه طب بيعمل إيه بيجيبها بكام بيعطتها معامل حاجات دي كلها قصة بحثة طويلة جدا جدا كنت بتعرف التفاصيل دي إزاي هو بصي أنت الأول بيبقى فيه فيلم وبعد كده الفيلم دا بيتوزع برا بيتوزع في شلك التوزيع فأنت بتعرفي الشلكة دي فيه بيكون في حد هنا بيودي الحاجات دي للبلد دي أو لدور العرض برا أو الأمكة كده فبتبتدي تسألي طب فين دا طب فين دا بتنزلي وسط البلد بتنزلي مش عارف إيه فأنت بتسألي لو أنت تتوصلي للشخص اللي عنده القطعة دي أو اللي أنت عايزيه الصورة أو الأفيش أو أو تبتدي طبعا دا غير اللي في مصر يعني محفظات مصر بردو سكندرية وبروسعيد منصورة كل مناطق مصر اللي هي يعني كل بقى شركات صور الأسباكية السيدة زينب الهرم كنت بتجيب إيه بقى من المناطق دي إلا لأ إيه يعني مثلا لو في حد عنده كتب أجيب كتب أدور على الكتب وبعدين مثلا مش كتب سينمائية فيه كتب مثلا ممكن تتكلم عن الدحك فيه كتب ممكن تتكلم عن الصحة والجمال ممكن فيه كتب تتكلم عن الأزياء فتلاقي فيه عيد الإمام بسطر ممكن تلاقي فيه كتاب عن العلاقات من مصر والمغرب تلاقي فيه عيد الإمام ممكن تلاقي فيه كتاب عن محميد تلاقي فيه قضية الأفوكاتور فأنتي بتدوري بس ها ما حاجة أنت تحس أنه موجود عملية البحث دي بقى طب أنا هيا تسأل حركة سؤالي شمعنا الزعيم عيد الإمام طبعا هو قيمة وقامة جبيرة جدا تاريخ فني جبير جدا بس شمعنا عيد الإمام مش عارف مش عارف والله يعني صدقيني مع يعني أنت عارفة لو الموضوع كان على قبر كنت ممكن أختار يعني كنت ممكن أختار أستاذ عادل أستاذ أستاذ نور الشريف أستاذ أحمد زكي أستاذ محمد عب عزيز كلهم قامت طيب الزعيم شاف ده تواصلت معاه مدقيا تواصلت معاه طبعا لأن أنا كنت بجمع وبحب ورينه أنا عملت إيه وطبعا الأستاذ عادل هنقول هو الأساس يعني هو الحدوثة هو اللي عارفها فبيقدر حكي لي عن أول مقابلة ما بينكو يعني أنت بقى لك بقى عشرات السنين وقع في غرام الراجل ده تمام بتبحث عن قصصه وحواديته من سنين تمام قول لي بقى أول ما شفته قدامك بقى لحمه ودمه واقف الزعيم عادل إمامي عملت إيه أنا قابلته كتير بس قابلته وممكن أسلم عليه إزايك يا أستاذ عادلو أمشي فيه ناس معي تستغرب يا ابني قول الليك تتعمله أقول لهم يا تماعة المكان ممكن أقبله في فرح ممكن أقبله في ندوة لغاية ما في 2015 كان فيه برنامج إيس آيام في مصر ده أنا عملت حلقتين فيه مع الأستاذ المتاليال والحاجات دي فابتدي ده هنا بقى علاقة الشاب اللي بيعمل شغل واقف قدامي وأنا واقف قدام الأستاذ فطبعا يعني هايز أقولك أنا كنت فرحان جدا جدا لأن المتاج التعب والمجهود اللي أنا عملته السنين التلجم في الشغل وشغل الأستاذ عادل هو أقف بتكلم معي فده يعني الحاجات لنا بحبها جدا ما دعيتوش يجي شوف بقى نقدر نقول المتحف الصغير بتاعه والله يا فندم هو يعني هو نفسه مرة قال لي أنا نفسه أجي لك بس أنت عارفة ممكن تكون الظروف مش مناسبة بس أنا طبعا أتمنى أن أنا حتى فيما بعد لو عملت يعني في المعرض أو عملت مكان يليه بالأستاذ وتاريخه ده أكيد يعني إن شاء الله يكون موجود ويشوف الحاجة عن قرب يعني طب ما فيش حد من أولاده جي زارك هنا الأستاذ رامي طبعا جي اتفرج وشاف الموضوع وعجبه جدا التفاصيل الصغيرة إزاي يعني اسمه ما كانش مكتوب في أفيش بعد كده اسمه الكتب بيشوف الحاجات دي طبعا فهم الموضوع يعني عجبه الموضوع جدا يعني في علاقة ود بينك وبين أسرة الزعيم كلها طبعا بسبب إنك مغشف لولدهم أنا بجمع لكل العيلة يعني أنا بجمع لأستاذ عادل بجمع لأولاد الأستاذ عادل بجمع لأخوات الأستاذ عادل نساب الأستاذ عادل يعني حتى حامل الأستاذ عادل كان عضو في مجلس الأمة أو مجلس النواب زمان في الخمسينات فطبعا أنا عادت أدور عشان أشوف ما أنت بتجيبه لحدوده من الأول يعني ما فعش أجيبه الأستاذ عادل من ساعة ما ممثل وابتده يا جمع لأ نت بتجيبه الأول عشان كده حنا بقول عادل ما بتاريخ طيب وحرك بتجمع بقى الأرشيف ده كله إيه أغرب قصة حضرتك قريتها عن الزعيم والله يبصي أو عرفتها يعني فيه خبايا كده أكيد أنت واتكعبلت فيها وانت ماشي في طريقك بصي يعني إيه فيه حاجة بحوديك كتير يعني ممكن لو قلنا مثلا مؤخرا مع عرضي مساحة بوديغارد هتلاقي أني دي كانت سياحة مسرحية سياحية الناس بتيجي من برد تركه بطيارة عشان تفرغ على مساحات الزعيم الموضوع نفسه عشان تدرسيه ده حاجة مختلفة فيه ناس بتيجي من الدول عشان تقعد المسرح 3 ساعات 4 ساعات وممكن تتعاشى وتسافر قبل كده هتلاقي أستاذ مثلا راح أصيوب 88 أما تشوفه عادي الإمام ونزم القطر وسط ألاف الناس أنا بخاء أنا يعني شايف وعيدربوه عايزين يقتلوه كان رايح تحدي الإرهاب في 88 عاز الإرهاب انت ما تشوفه الصور أو تقري الموضوع بتخاف إيه ده ده نازل وسط الناس هو مستهدف ده حاجة غريبة أما تشوفي مثلا في صفحة الحوادث الناس سرقوا عربية عشان يروح تفرغوا علشان نشافش حاجة سرقوا عربية علشان يبقوها لا يروح تفرغوا علمصرحية مكسلي بس الكبوفة أما حاجات زي دي فيه كتير فيه حوادث كتير فيه دايما حتى يقولك الحرمية في الحوادث يقولك إيه لصوص لك الزرافاء اللي هو على اسم الفيلم اللي هو يفحطوا تحت المحل عشان ينزلوا فالأستاذ كان حتى يعني حتى فيه مقالات اتكتبت باسمها شاهد شاف كل حاجة ما شافش حاجة يعني فما ابتدت الحوادث كتيرة حد حاول يستغل أرشيفك ده فإنه يحصل على صورة أو خبر أو هكذا علشان يستخدمه ضد الزعيم؟ بحصل يعني ممكن بعد صورة يناير في 2011 وحدودها اللي حصلت في مصر دي فيه ناس مثلا تتصل بها تقولي إحنا عايزين نعمل حاجة اللي بس سعادة دي قال لهم تمام إيه؟ هتعملوا إيه؟ فأقولوا لي إحنا عايزين بس صوره مع الوزراء اللي بتوع النظام السابق ومش عارف إيه وبتاع طب الوزراء دول كانوا بحوضوا بيحضروا عروضة خاصة لأفلامه يعني كده جده متواجدين كضيوف فلو فيه صورة يعني معنى كده إن هي تبقى علاقة يعني صداقة ولا علاقة شغل بس لأ إحنا عايزين الصورة اللي بس فابتدي تفهم إن فيه برضو الناس عايزين تستغلل الصور دي أو في حاجاته فطبعا بيكون فيه مبدأ الرفض القوي لأن أنا أمين على هذا الأرشيف طيب مفيش عائد من الحركة عامله ده عائد مددي بيعود عليك صح كده؟ لا ده كل حب؟ حب طيب حد بقى من أهلك من أصدقائك قالك إيه اللي انت بتعمله ده؟ انت ضيعت فلوسك وحياتك وشبين عمرك؟ ده 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 أنا مش عايش غير فيه أصلا بتعمل إيه؟ بتروح فين؟ إيه يا عم؟ يا تزمتو إيه؟ المدام؟ يعني أنت عتعد إنك في الجنب الثاني بتاع الأرشيف ست ساعات وتسيبني طب ناني نوع طب مش عارف إيه طب طبعا فيه مناسبات ممكن مرحاش عشان أنزل أجيب مثلا حد ما عدني هيجيبلي حاجة مهمة فممكن أكنسل حاجة أكيد طب حرك قاسم شقتك يعني إحنا لما دخلنا الشقة حرك قاسم شقتك نصين وجزء تعيش فيه إنت وزوجتك وإبنك وجزء للزعيم خاص بالزعيم بباب منفصل يعني أسمت شقتك بنيت حيطة في النص زوجتك كانت متقبلة ده عايزة كش بتغير من الزعيم؟ ما هو هي دي بقى الحاجات اللي لازمة تتعجب فيها لاتي كنت بتسأليني فيها من شوية إزاي بتعمل كده إزاي تضحي بجزء من الشقة طب أنا محدش هايفهم اللي أنا آسف إلا اللي كان بصلا نزل معي وجي دور معي أو مفيش حد عمل كده عدد الحاجات دي قد إيه؟ عدد الصور وعدد المقالات وعدد الفوسترات وأفيشات الأفلام وهكذا عدد الحاجات دي حركت يعني عملهم حصر؟ أكيد أنا عندي بالزبط دلوقتي بعد طبعا 27 سنة رحلة جمع يعني على مدار 27 سنة جمعت بالزبط دلوقتي ما يقارب 13 ألف جورنال جورنال أصلي مش مش أصص حتة في جورنال وجايب لا جورنال نفسه وجمعت حوالي 12 ألف مجلة طبعا الجرائد دي أنواعه كتير ومصرية وعربية وأدنبية وعبرية وطبعا مجلات نفس الوضع مجلات فنية مجلات أزياء مجلات كالكاتير مجلات أطفال يعني أستاذ عادل هتليها لأقولها في مجلة ماجد بتاع الأطفال هتلاقيه في مجلة الاعتصام بتاع الإخوان من زمان بيشتموا فيه بيقولوا إن هو انتهى وحاجات كده وجمعت حوالي تنشعر في مجلة وجمعت البوسترات الأصلية اللي هم 125 بوستر أفيش يعني من أول فيلم أنا وهو الغايد زهايمر في الفيلم عشرة طب إيه أغرب مقال قريته عن الزعيم مدايقة جدا؟ بس في حاجة بقى غريبة جدا يعني مثلا من ثلاثة وتمانين اخبعة وتمانين خمسة وتمانين ستة وتمانين الكلام ده داخل في 36 ساعة 30 سنة عاد الإمام انتهى ظاهرة عاد الإمام انتهت عاد الإمام مش هارف إيه فأنت أصلا بتغير الحاجات دي دلوقتي الله ده الراجل ده من زمان بيقوله كده الراجل ده بيتهاجب من زمان كده الراجل ده بيته ففي قوة تحمل أصلا عنده هو مش عندنا أنا كده كده متابع بقرأ مش عارف إيه الحاجات دي لكن هو ففي دي ده حاجاتي طبعا بتلفت نظري جدا من زمان بيقوله ظاهرة عاد الإمام انتهت إزاي؟ ما يكون ده كان عز العمال بتاعته الجميلة العمال الجيدة يعني كل عمله جيدة بس دي عمال كانت مختلفة 27 سنة بحث عن الماتيري اللي إحنا شايفينها دي إيه أغرب مغامرة إنت واجهتها أثناء بقى إيه جمع الحاجات دي؟ متفيه واحد مرة اتفقتي معي إن أنا روح أدور في المغزن بتاعه وشوات صور شوات حاجات من كده برضو من جميع الحاجات دي المهم اتفقنا وروحت الصبح فعلا أحطت أدور لنكي الغاية ساعة سبعة بالليل تمانية بالليل وبعدين هو سبني واختفى كده كم ساعة وكده إحنا متفيقين هاخد إيه عامل إيه اللي أدور بكذا بكذا فجي قال لي إيه ده أنا شفتك متصور مع الأستاذ عادل على الواطس قلت له طب إيه المشكلة؟ قال لي لأ دي خلاص دي كان بكذا بقى بكذا قلت له طب إيش دخل الصورة في اللي أنا هجيبه في سعر الشيء بالضبط يا أستاذ يا فندم يا محترم لا أمش عارف إيه حصلت مشكلة كبيرة ممكن عاز أقولك يعني روحنا الاسم بسبب فعلا فعلا حصل خليقنا بقى يعني إيه أنت فهم؟ ضربته بعد حاجات زي كده يعني إيه دخل دف ده إيه بتاع ده شغل أنا بعمل كذا لا إنت كده أكيد لا إنت كده بتشتق مش عارف إيه بتعمل إيه يا عم الهجي أنا أعمل وبعدين إنتا كان يعرفت يعني وروحنا فعلا الاسم والله حصل تقريبا المتحف الصغير ده أخد من حضرتك كم ألف غير بقى سنين العمر حسبتها؟ والله ما حسبتها والله ما حاولتش تجيب ورعة وقلم أبدا لو حسبتها كنت ممكن ما أكملش لأنت بتحسيبي من قول ما بتنزلي من البيت يعني تقريبا في الشهر أنت عامل الغرفة الزينية قد بصي يعني أنا أقولك على حاجة يعني أنا مثلا أنا والدي توفى لو طلع لي مثلا جزء من مراسي في والدي مثلا مراتش أنا جيبتي بيئة عربية العربية بعتها بعد كي أشتريت متارك فأنتي ممكن بعتها علشان تعرف تجمع بقيت بتعاوز أخدت ورسك وقررت يعني حاجات بيئة كده تكمل مدحبك صغير ممكن في رحلة شغلي أنا بشتغل مثلا برضو من الجامعة اللي بحوشه أو بعد الجامعة ما اشتغلت وأنا متجاوز دلوقتي أنت عندك بيت فأكيد أنت البيت ده ببقى ليه ملتزبات بس أنت مجيش على البيت بس تحاولي توفق فطبعا العملية أصلي اللي هوية كده أي حد هاوي صدقين لو سألت أي حد بيجمع حتى المجامعة الطابع والأملات والكلام ده كل عدت لين كده لازم يروح يجيب طابع كل أسبوع يعني أنا فعلا كل يوم لازم أجيب قطع طب إيه أغرب قصة حركة عرفتها عن الزعيم مع أحد أصدقائه والناس ما تعرفش عنها حيجة وأنت بتجمع كده والله في كتير يعني حتى موضوع الأعمال اللي هي ترفضت يعني مثلا بيبقى فيه أفلام لكتل بتاعات الأستاذ عادل في الأول وبعد كده ترفضت يعني مثلا قضية رافة الهجان اللي هو كان هيعمل رافة الهجان فيها تفاصيل كتير يعني المكتوب أو اللي أنا قريته إن كان الأستاذ عادل والأستاذ محمود ياسين في الأول بعد كده بقى الأستاذ محمود عبد عزيز والأستاذ يوسف شعبان فطبعا أنت دي حدوتة عشان ندخش في تفاصيلها قضية الأفوكاتو برضو الموضوع فيه تفاصيل كتير فيلم الغول وقضية الغول إيه إيه قضية الغول اللي هو مشهد النهاية بتاع فهم الكاشف اللي هو كان الأستاذ عادل بيخش يقتل الأستاذ فريد شوقي بالسطور وكان فيه يعني إني دي إسقاط لحادثة المنصة بتاعة رئيس راح الأمر السدي وفيلم اتمنع وبعد كده نزل خمسة باب لأ فايل حتى الأواضي بتاع الأستاذ عادل ده ممكن تقري فيه اللي إنتي قلت عليه الوقت الحواديث والحاجات الجديدة دي طب خاني يسألك سؤال غريب شوية وحرك بتجمع المتيريال دي بتجمع طبعا معلومات وعن الأشخاص اللي مرت بحياة عادل الإمامة اتكابلت قبل كده في حد مثلا حاول يعمل له عمل؟ عمل؟ مم؟ يعني عمل؟ عمال؟ سحر؟ يعني بص اقولك على حاجة يعني الأستاذ عادل مثلا بيكتبوا عنه في الكتب بتاعة الأديان والجن ها ربطلك المسافة شوية مم انتبه هم مقصدي؟ بس هما بيتكلموا عن الإنس والجن في فيلم فممكن سطر يعني انتبه هم مقصدي؟ يعني ممكن تنول اسم عادل الإمام موسق في كتب الجن؟ بالضبط اه والأديان والحاجات دي والأبراج والكلمات المتقطعة يعني عادل الإمام يتلاقي صفحة في الكلمات المتقطعة يعني اسم عادل الإمام نفسه انت فهمها مصرح؟ يعني متناول في حاجات كتير دين، سياسة، رياضة حاجات زي كده طيب حرامت تعرف تقلد الزعيم؟ لا وأنا صغير بقى يعني كان بعد مثلا مساحية مشاهد مساحية ولسات الشغال كنت بروحه طبعا وزي ما قلت لك فهو كان بيطلع في النهاية بحي الجمهور دي كانت فوالدي كان بيشني على كتفه يعني وكت أعمله بقى اه دي يعني دي اللي أنا كنت بحب أبرامة طيب طيب حررت ما بتحاولش تكبر المكان دا لإنه يكون مدحف للزعيم معرض عن الزعيم؟ الأرشيف ده بقى يتوصف بشكل رسمي؟ أتمنى أتمنى بس أنا يعني كان فيه صديقي الأستاذ محمود موسى الصحفي كان قال لي جملة يعني بحبها جدا قال لي أنت بتعمل شغل مؤسسي يعني شغل مؤسسة أنت بتنزل تدور وتجمع وبتأرشف وبتجيب وبتحطه وحافظ وكام عمل وكان هيعمل مصرحية ما عملهاش وفيه المعمل فأنت بتعمل شغل مؤسسي فطبعا الناتج الحدودة دي كلها أن أنا نفس أعمل مرض يليق بإمكانيات معينة فيه مزيكة شغالة باكجراوند تسمعيها فيه شاشات صغيرة فيها مقاطع من أهم عماله فيه كتب ناس عايزة تقرأ حتى تلاقي فيه كتب أنا عندي منها نسختين ثلاثة يعني كنت أعمل حساب برضو أنا بجمع أن أنت ممكن تتفرري وأنا وأنت في المعرض طب أنت تقريدي وأنا أبدي كده يعني أساز أحمد أنا بتمنى لك التوفيق وأنه المكان والبيت الصغير ده اللي جامع تقريبا معظم أرشيف إزاي معاد الإمام يتحول لمتحف ومعرض حقيقي الناس تقدر تزوره وتتطلع على سنين عمرك اللي أنت أفنتها في أنك تجمع كل الحاجات دي وتعالي بقى ناخد مع بعض كده إيه جولة صغيرة في المكان تمام أستاذ أحمد بقى وسط متحفك صغير ده أول كبير الحقيقة بكل الحاجات اللي موجودة جواه قولي بقى عن مثلا قصص اختيال كانت متوسكة في جرائد موجودة عندك للزعيم إحنا طول الوقت كم نسمع عن الزعيم هو رجل وطني جدا فطول الوقت فيه جماعات وفيه ناس بتحاول تستهدفه قولي بقى وريني مثلا شيء من الحاجات دي بيوثق الكلام ده طبعا الاختيال بيبقى فيه اختيال معنوي يعني هما مثلا لما قتلوا الكاتب الكبير فرق فودة فطبعا الأستاذ عايز يتكلم عن الفرق فودة لأنه كان كاتب مفكر كبير حتى تكلم عنه فيلم الإرهابي اللي هو كان عامل شخصيته الأستاذ محمد دفراوي فطبعا بيشارك وبيتكلم عن الإرهاب بيتكلم عن قهوة ودي النيل اللي في مدان التحرير اللي فجروها الإرهابية يوم ما جددوها بقى وهايفتدحها بعد الإرهاب ما بوزها كان الأستاذ واقف في مدان التحرير بيتكلم ويضد الإرهاب فيه عند حضرتك بقى وصائق بالكلام ده؟ احنا مثلا هنا قنا بنتكلم عن موضوع فرق فودة هنلاقي هنا الأستاذ عادل بيقول إيه الاختيال إشارة حمراء للمجتمع بأسره مين كان بيحاول يقتل عادل الإمام؟ والله بصي ممكن تقولي كل اللي ضد عادل الإمام عايز يقتله عايز يقتله معنوية الجامعات الدينية عايزة تقتله جسدية كان فيه حاجات برضو عند حرك بتتكلم عن ده؟ اه كان هنا برضو التكملة قضية تكملت بقى فرق فودة الإرهاب اللي مسكوه فبيحققوا معا مين اللي هتختلوه بعد كده قولنا وبتاعه فقالهم المفتي ووزير الداخلية وعادل الإمام يتصدرون قائمة المطلوب اختياله فعلا كان مع المفتي ووزير الداخلية على قوائم الاختيالات ده جرنان الوفد الوفد ايه تاني؟ من يريد قتل عادل الإمام؟ مين بقى كان يريد قتل عادل الإمام؟ طبعا ده كان يعني كان معرض على طول الأستاذ عادل الموضوع الاختيالات وهنا الاعتصام مجلات الاعتصام في مجال اخوانية اخوان المسلمين برضو بيتكلموا عن عادل الإمام واشتمة عادل الإمام وعماله ان هي مش قد كده وفنان الحكومة والكلام اللي كان بيتقال ده ففي عند حضرتك جرائد او مجلات اجنبية كانت بتتكلم عن الزعيم؟ فيه اه فرنساوي وفيه انجليزي ممكن نشوف حاجة؟ دي فيه حاجات كان بتتكلم ايام فترة الارود هتلاقي هنا برضو ايام ما كان فيلم الحليف بيتابط في موسكو دي مجلة فرنساوية جرنال فرنساوي دي كانت بتتكلم عن ايه؟ عن فيلم الحليف كان بيتابط في مراجم موسكو فان كانوا يتعلموا بالفيلم وطبعا يعني على طول السلسل الصحف العالمية ودي زي ما تكلمنا قبل كده انو دي كراسات حضرتك وانت طفل وانا بجمع كنت بتجمع بقى وانا بجمع وانا صغير كنت بالفق دي كانت ياسين ابن حضرتك وارث بقى القصة دي عندك في النهاية انا لما حب اختم حضرتكم مش هلاقي حاجة احسن من اللي حضرتكم شفتوه ده بس اللي انا عاوز اقوله ان ده مش بس تاريخ للزعيم عادي الامام لكن ده تاريخ تمانين سنة لمصر وللوطن العربي وللزعيم عادي الامام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة